طيب من مباراة سان جورج والآله انتقل لملف الدوري العام واخيرا تم تحديد يعني انطلاقة الدوري يوم 18-9 والنهاردة ان شاء الله بعد اقل من حوالي 40 دقيقة قرأة الدوري العام الساعة 6 مساء ان شاء الله قرأة الدوري العام طيب لسا نعرف بقى مين منافس الاهلي اول مباراة مع مين ترتيب المباراة فين الزمالك بيرامدز اقرب المنافسين للأهلي كالعادة في الدوري مباراة ما تكون مع الاهلي هل في بداية المسابقة هل في نهاية المسابقة هل القرأة تبقى موجهة في بعض الاحيان زي ما بيتطلب في بعض الفترات ولكن لسا هنشوف كل التفاصيل دي في القرأة لها تقام ان شاء الله الساعة 6 في العاصمة الادارية الجديدة طيب الاهلي قلنا عشان بقى نحط الخريطة بتاعتنا الفترة الجاية الاهلي يلعب يوم 15-9 ماتش السوبر الافريقي اول مباراة للأهلي في الدوري يوم 19-9 انطلاق الدوري اه 18 ولكن ماتش الاهلي في الدوري اول لقاء في الدوري يوم 19-9 تمام ماتش سان جورج ماتش الزهاب اللي هو المفروض على ملعب سان جورج هيكون في الساد القاهرة يوم 24-9 فبالتالي 15-9 19-9 24-9 ماتش القياب مع سان جورج في الغالب ممكن يتلاقى بـ 11 ليه؟ من 24-9 الـ 11 وارد بنسبة كبيرة جدا اتحاد القرى يحط موعد مباراة الاسبوعي التاني للأهلي في الفترة دي فالأهلي ساعتها يلعب كده مباراتين في الدوري العام وهيكون خلص ماتشات دوري الـ 32 وهيكون خلص السوبر الافريقي النهاردة هنعرف بقى النهاردة هنعرف من أول أكتوبر لغاية 8 أكتوبر موعد بداية الأجندة الدولية في الفترة دي هل اتحاد القرى هيلعب مباراة في الدوري العام؟ ولا ممكن يحدد أن بطولة كأس السوبر للأندي الأبطال تتلعب في الفترة دي لأن في الفترة دي هتكون آخر فترة الأهلي يلعب فيها مباراة في الدوري العام نعم؟ أيوة أنا بقول لهم إن دلوقتي عشان الأصوات ما تعليش الفترة اللي جاية والمطالبات الفترة الجاية من بدر بنعرفكم هو يا جماعة الموعيد بشكل رسمي عشان ما حدش يطلع يقولك مين بيت جامل في بداية الدوري شوفوا احنا بنفكركم من إمتى؟ بنفكركم من شهر والله لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي ليه؟ التقرار بيعلم الشطار التقرار بيعلم الشطار في شهر عشرة دي آخر فترة الأهلي هلعب فيها مباراة في الدوري ليه؟ لأن بعد كده في أجندة دولية هتنتهي يوم 17-10 بعد 17-10 الأهلي مجغول بالسوبر ليج عنده مطش سيمبا يوم 20-10 مطش العودة في القاهرة 24-10 نكسب بإذن الله ربنا يكرمنا هنكمل للسيمي فاينال سانداونز 29-10 1 نوفمبر وعلى فكرة يعني وارد يحصل تعديل في المعدة على فكرة لأن فكرة يعني أنتك تروح بريتوريا وترجع على القاهرة في ظرف 48 ساعة دي الجحيم ده قاتلة بصراحة فوارد جدا يحصل تعديل في الجزائية دي والفاينال السوبر ليج 5 نوفمبر 11 نوفمبر هتقول لي ما بعد نوفمبر هيلعب لا تعالى 13 نوفمبر أجندة دولية ومش أي أجندة دولية ده أول مباراتين لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم حلم التأهل لكأس العالم هيبدأ من 13 نوفمبر عندنا مباراتين في الفترة من 13 لـ 20 نوفمبر تخلص الأجندة نرجع بقى للدوري لا مفيش دوري ليه؟ إن شاء الله ربنا يكرمنا نكسى بسان جورج هنلعب دور المجموعات إمتى؟ 24 نوفمبر بعد نهاية الأجندة بالزبط بأربع أيام دي الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفرق فمن بدرة هو بنعرفكم ترتيب المباريات لغاية نهاية شهر 11 ولسه عندنا إن شاء الله كأس العالم للأندية في الفترة من 12 لـ 22 وأول مباراة للأهلي يوم 15-12 مع الفائز ما بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي أن نيوزيلاندي فدعم ألف متعلق بأرعة الدوري وترتيب مباراة الأهلي في الدوري وإيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية وترتيب الدوري في البداية هيكون إزاي؟ تبقى للموعد الأولى لحضراتكم لأن خلاص ماتش سان جورج يتحدد مكانه وتوقيته ومعاده وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوافع الأهلي في المرحلة اللي جاية لأن بصراحة فكرة أنك تقدر تقنع سان جورج أن بعدما فكرة أنه مش يلعب في أثيوبيا وييجي يلعب في القاهرة دي فكرة ممتازة جدا لأنه كان وارد جدا فريس سان جورج يروح يلعب في تنزانيا يروح يلعب في جنوب إفريقيا يروح يلعب في بروندي ده كل ده وارد الزمالك هيلعب مع بطل جيبوتي أرتا سولار في تنزانيا سان داونز هيلعب مع بطل بروندي في تنزانيا فكان وارد جدا تلاقي نفسك في رحلة سفر طويلة جدا ولكن نجح النادي الأهلي في إقناع مسؤولي نادي سان جورج والمباراة تقوم في القاهرة إن شاء الله يوم 24 تسعة